اشهد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير الاعلام بعقد الاجتماع الاول لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس المزراء واخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة باعتباره خطوة تاريخية مباركة على طريق التكامل والوحدة وشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية على اعلى المستويات واكد وزير الاعلام ان مجلس التنسيق السعودي البحريني بدعم وتوجيهات سديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله مثل دعامة قوية إلى صرح العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وتقدمهما على الدوام كنموذج في الوحدة العربية والأخوة والعربية الإسلامية وشراكة الاستراتيجية النابعة من وحدة الدين واللغة والدم ووشائج القربة والمصير المشترك وعرب سعدة الوزير عن تفاؤله بنجاح مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحبي سمو وليي العهد ومن بثق عنه من خمس لجان فرعية في توثيق الروابط المتينة ودفع مسيرة العلاقات بين المملكتين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية بما يعكس وحدة الرؤى والمواقف الدبلوماسية والإعلامية والتفاهم المشترك ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الأمن والاستقرار والتقدم والاستهار وكاد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام اعتزاز مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى وحرصها الدائم على توثيق الروابط الأخوية المتينة مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية الداعم الأول لأمنها واستقرارها ومسيرتها التموية والحليف السياسي والاقتصادي والتجاري الأول وركيزة السلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي ومكمن القوة والرفع للأمتين العربية والإسلامية ورمز الوسطية والحكمة والاعتدال في العالم بقيمتها الجليلة التي أعزها المولى عز وجل بخدمة الإسلام والمسلمين ورفع راية التوحيد والشريعة الإسلامية السمحة ترجمة نانسي قنقر